رسل أول أول عمل اللي عملت فيه في الكويت دفاشة ولا طماشة بس أبو حمد شون دخلت المسرحة وشون دخلت التمثيل وفي أي سن قبل أن تجعب على كلام أبو حمد لا هذه من الطفولة أنا كنت يعني مزعج في البيت وانا نصغ صغير يعني من الابتدائية كنت أنا يبيدي ويدتي أقعدهم في الحوش وهي درس المطالع عمالنا وقعد أقرالهم في الحوش وكان الصياد يعني عارف الواحد عندك شور حتى أذكر جارنا إحنا كنا عايشين في محرق في البحرين أطفال وجيراننا كلهم من أهل عمان عرفت فكان جاء واحد من أهل عمان طق الباب قال مين هذا الصوت الواضح اللي يصرخ عنده فيديتي قلت لهذا قال لا استغفر الله هذا لازم ما تخلونا يرفع صوته أنا فتكرت تعود ريال عمال قاشم ما يحسدونه فبدت عارف وبدت التقليد يعني حتى كثير كانوا من الحريم يرفضون يزورون بيتنا والريعين يعني أنك تغلد ريال عمالي أذكر واحدة يدتي تقول لها ما تزورين نقاط وأنا أزوركم عندكم هالسبال هالسبال تقولون الشاذي شاذي وتطور الأمر تعرف أول في البحرين إذا ضاعت عنز يسوون فريق يقول يا من شاف الظالة يا مرحوم الوالدين عنز بيضة لهجرون يدورون بحث إحنا طبعا كنا صراحة في بيت طين يعني فقارة وراقدين في الحوش ما عندنا كهرباء ما في أنا كنت يعني أدرس على ثنر ونرقد في الحوش على إحنا نسميه أول السيم تعرفون السيم اللي هو حطب دنشل وذيء ونركب على الدري خشب ونتسدح ونرقد هذا يعني رقدتنا وبيتنا تطين السور مالي يمكن لجهد فيه يعني يا صغير أنا راقد واشوف كل شي في السكة كل شي حتى قواة الطماطق قعد عيني فمرة وهذي لأيام إنشاء فضال في الليل ساعة 9.30 ونحنا راقدين أنا تسللت رحت فوق السطح ده شيت في الدرام الماي الدرام القديم طلعت راسي مباح سك شوية ولا هذيلي يطقون بيتنا طلعوا العنز اللي عندكم ليه وضرب طبعاً يدتي قلت ليه ما عندنا عنز هيتقول ما عندنا عنز انا فقل ب�اااااااااااااااااااااااااااااا قالوا انتم خاشين الى بالي صباح يا أخيويون انا طبعاً دشني الروعي يدتي عصابي ياللهيرحم الالله كانت مطقّني بس نضافره ورا اذني شيء كله دبي يا يقةرت ي Loyal خمواهم حصرت تحفني واي فدورهم على جوشاء يوم بينزلون عن رفعت الخشبات طل منها يوم هم ينزلون قلت باع التفت وليقول هكي في الادرام تعال عاد شوف يوم شاله لقوني انا في الادرام شصار فين هذي كان اول دور مثلتك كان دور عنز ما قلت مفاصل شصار فيك لا انطقيت طبعا وصار الاضافر يلي هذي 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 بالمجرسة ما كنت ما عندك ميول بالتمثيل لا انا كنت من ثاني ابتدائي امثل مسرحيات في الطابور كمدرس اللغة العربية اذيهم اكتشف فيني هذي النقطة العرض الشو واللي بي فكنت يعطي لي مثلا بس كنت أسوي المسرحية بروحي يعني اذكر اول مسرحية كنت في ثاني ابتدائي تأليف احمد شوقي اذكر جزء منها يقول اوقف انا عند ميكروفون الطلبة في الطابور طبعا انا اقول ايها القاضي سلاما يا نصير الحق فينا سرق اليوم دجاجي بعد انا قال للدور القاضي هل عرفت السارقين اردان بعد نفس اقول سيدي سرقوه ثم ولوا فالظلام هاربينا اجلس هنا حتى يؤذن للصلاة بعد انا نؤذن الله اوه يعني هاي كانت من الاشياء التمثلية ايه وطبعا بيني وبينك اشتهرت في الفريج يعني هتا اذكر سنة من الاسنين واحدة من عايزني في الفريج الله يرحمه يغم نروحها الجنة تعالف اول موضوع الزار ومازار ايه وكان يوم من اعمان يقول اكوي الشيخ الفلاني وحط له البخور وانا كنت فضولي اروح مع امي اشوف الجلسة يقعدون معاها ويحسوا اوه 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 اشتسوي فانا حفظت فالموم هو هذا الريان ايه كل سنة ذك السنة معي ايه اللي ادقون امي قم ان تسوي مثله والله يا جماعة اقسم بالله اروح ايه بالمقص واروح اقل عنز مولتنا في البيت واقصص شعر ويشتري صمق ايه واسألوني يلح كم كان عمرك والله تصور كنت في اول ثاني عدادي يعني اثنى عشر او ثلاثة عشر سنة وايه بالملابس وسوي الاعمامة وايه بالخزرانة وايه بالبخور اوه هذا بكيفك بجول ما احد يقول لا لا بروحي ايه بروحي شايفة انا الريال حافظة ايه حافظة وقدوني عاسس ان انا اهو قسمن بالله صد وسو انا خفت والله يقول والله العظيم ان انا ت habirit نري تضعني يوم كبارت الفايسر ان اهي بقrada تباتل فطبعا ذكرية جميلة اوال عمل بوفيسور اول عمل تلفزيوني كان ساهي والدكو ساهي عبارة عن فوازير أي سنة هذه كانت بوفيصار؟ 79 بعد التخرج من المعهد العالي الفنون المسرحيين ومسرح؟ مسرح أول عمل مسرحي مسرحي اسمه رحلة جحة إلى جزيرة النزهاء إخراج المرحوم من نصف السويسي كان جاي يسوي دورة في قطر لكن أول عمل مسرحي جماهيري سنة 86 كتبته وأخرجته المسرحية عن ترو قبله اوووووو